مقدرينك بزاعة اللوحة الجميلة رسم الليلة عمنا مع الصباح كده لكل المشاهدين حنسهن الزهر معاكم في حياة ملؤها الإبداع والجمال كمحارة تائها في البحر بعد هذه الفاصلة نعود مجدداً مشاهدين لكل قبيلة بالسودان عاداتها وتقاليدها وزيها الذي يختلف من قبيلة لأخرى وفي كثير من الأحيان تتعرف على شخص من لبسه وزيه خاصة الأزياء النسائية ونحن هنا بصدد التحدث عن الزي الرسمي لنساء قبائل النوبة بشمال البلاد الذي يسمى الجرجار وهو زي فطفاض ترتديه المرأة النوبية الصغيرة والكبيرة ويماثل الجرجار العباءة في الوقت الراهن ويتكون من قماش أسود اللون خفيف وشفاف يلبسه فوق فستان طويل الجرجار هذا الزي القوم حلفة كلهم وبعدها تتكون من الأجمشة أنواع مختلفة من الأجمشة فيها الغالي وفيها الرخيطة لحسب مستوى الناس فيها من الدانتال بعدها هم تساعدهم مساعدة كويسة جداً طبعاً نحن بنزرع نسوأ هنا بنزرع ونبني هنا طلافهم بنبني من ليس البيت بل الطين كان نشيله الصفية نمشي البحر نشيله الموية بالصفية بنروسيننا يعني كلها بساعدنا أنا ما ضيقها هنا وكذا بساعد في المشي الطويل ده المواري الطويل ده بين المرطارات بنمشي وكذا نمشي كان فيه شمس نشيل نعمل بضر نمشي بها وفي الضب وبعدها اللبس فاتفاضي يعني ما كاسيات العريات بعيدة يعني كويس مننا مساعدة شديدة يعني في أي حاجة هسا قلنا نحاول نطوره كذا عشان نقدر نشتغل يكونوا قالوا هيغيروا من الطويل من وراء يكون ما فيه يكون قدامه ملون عشان نقدر نمشي المناسبات نمشي المناسبات في ذي ده إن شاء الله الجريارو عادة يغلب عليه اللون الأسود ولكن متطلبات العصر الحالي دفعت إحدى مصممات الأزياء النوبية لتجديده وتطويره من حيث طريقة التصميم وإدخال ألوان أخرى هادئة ومتناسقة من حيث النوع والشكل شايف الشارع السوداني بيقى يلبس الحاجات المتجينة من الخليج بيقى تلبس الحاجات المتجينة من الهند ومن الباكستان فنحنا كسودانيين عندنا زيت وزيت تراسي وحشمة وفطفات وجميل فأنا قلت لو أصم مشكلتها زي بتاعنا اللون الأسود ما مشكلة نغير اللون الأسود حشان كل الناس يلبسوا ونحنا نلبس يعني أبسط حاجة نحنا كنوبيين نحنا ما كفاية إننا نقول نحنا أصحاب حضارات ما كفاية نحنا ما قادرين نجدد حاجة في الحضارة يعني أبسط حاجة الحاجات اللي وجدناها الحاجات اللي وجدناها نحاول نحافظ عليها يعني ما حاجة كثيرة إن التحافظ على حاجة على إرس ومن خلال الليلة الاحتفائية للزي النسائي النوبي طبارت العديد من الفتيات اللائقنا بعرض الأشكال الجديدة والمبتكرة لليرجار الذي صمم على أجمل طراز حديث وبعيدا عن الصورة القديمة التي كانت معروفة في السابق مما طمأن الحاضرين من النوبيين أن هويتهم النوبية ما زالت باقية لكن بطريقة مستحدثة يعني بحس البناتس حاليا أنه يستخدم زيادة يعني كبديل للعباية ممكن يكون كلفسة ورضو ليسهرة وهو زي حشمة وكذا وساهل ذاته ومريح كذا يعني ورغم تدخل ثقافات على قبيلة النوبة نجد كبار الصن من النساء النوبيات ما زلنا يتمسكن بزيهن النوبي ومن خلال حديثنا مع عدد من اللي احتفلنا بليلة الجرجار أكدنا على عدم مفارقتهن للجرجار مهما كانت الظروف للمحافظة على الهوية النوبية بين قبائل السودان المتعددة إن الجرجار مثلا من الأعلى من الأزل وهو ثوب ساتر وهو ثوبا نفتخر به ونحتز به ونتمنى من الله أن لا يتمحي وأن يتطور لأكبر وأكثر وأكثر ونحتز به كسراثنا وكثيابنا النوبية الأصيلة ومنذ الأزل كبارنا وصغارنا يرتدون الجردار وهذا فخر لنا نحتز به لأن النوبيين نحتز بثيابنا وبآثارنا ومحتقداتنا النوبية الأصيلة نحن متمسكون بتراثنا ولا نسائر الموضطة إلا لماما هكذا يبدو لسان الحضور من أبناء النوبة ليحقسوا للكل أنهم معجبون بزيهم الشعبي رغم التداخلات الكبيرة مع المجتمعات الأخرى فالعنصر الرجالي خاصة المهتمة بتراث النوبي اعتبر أن الجرجار النوبي واحد من المختنيات النوبية التي يجب الاهتمام بها والناس يفتكر كلمة الجرجار دي كلمة عربية ما عندها علاقة بالكلمة العربية أطلاقا لأنها مسمى للباس النوبي بالنسبة للرجال الجلابية اسمها البداي والمختنيات النوبية من ضمنها هذا الجرجار اللي هو أصلا صناعة نوبية من قطن نوبي والقطنين النوبيين بيسمى كوشماك ودي واحدة من الحياة الريحة الآن هم بيصنعوها بيغزلوها بالمغازل بالنول القديم وبيعملوها وبيصبقوها بحاجة اسماتفة اللون ودي بتتعامل معاملة خاصة ببعض الجرات الكيميائية من بعض الحجارة الجيرية بيجيبوها بيسحنوها وبتتعامل وبعد ما يصنعوا من القطن النسيج بتاعهم بيقوم يخلطوه بعد كده بيقوم يصبقوه بعد كده بيقوم يصنعوا يلبسوه إنها أمسية الزين سائي النوبي قدمت من خلالها المصممة النوبية أي كما لم ابتكرته من أشكال جديدة للجرجار وبحسب المتخصصة في تصميم الزين النوبي محاس دهاب فإنها تقول إنها ترقب أن يكون الجرجار عوضا عن العباءة المستوردة التي ترتديها المرأة السودانية سوى في مكان العمل أو في الشارع العام أو حتى في المناسبات السودانية فرحا كان أم طرحا أنا عايزة الزي بتاعناداء ما هم النساء الكبيرات في السن بس ليلبسوه دائرة يلبسوا الشباب دائرة الشابات حتى في المناسبات حتى في المناسبات هو عملي أكتر عملي أكتر حتى من التوب عملي فأنا يعني عايزة كل الناس يلبسوا معانا الزي بتاعناداء وإن شاء الله داء بالمناسبة بدمجهود أنا في خلال شهر وأنا وبراي فأتخيلي أنا دائرة أشوف مصممات للزي النوبي زي ما فيه مصممات للتياب دائرة أشوف مصممات للزي النوبي كمان لأنه زي ما شايفة يعني زي إن شاء الله أنا أتمنى أتمنى أن الناس كلهم يلبسوه الزي النسائي النوبي المعروف باسم الجريار كان شائعا في العقود الماضية قبل تهجير نوبة السودان ومصر بقيام السد العالي إلا أن إحدى مصممات الأذياء النوبية رأت أن تعيد تراث أهلها النوبة بعد أن كاد يندثر إذن هي دعوة للاهتمام والعودة للزي النوبي الذي يعرف بالجريار الذي يحكس تراث أهلنا النوبة في شمال البلاد ومن خلال الليلة الاحتفائية للزي النسائي النوبي قدمت عروض للجريار الذي يعد من أشهر الأذياء النسائية النوبية وباحتبار أنه من أهم الأذياء الشعبية الأصيلة الذي يحفز مكانة كبيرة في العروض لذات العلاقة بالتاريخ والتراثة بدر قسم الله لبرنامج كاميرا الشروق كان كاميرا الشروق لتجولت من خلال هذا الضفق الصباحي الحيحة أن نشوف الأشكال الجمالية الأخرى والهوية السوداني يجب أن نرسم في عقود شبابنا على أرض الواقع على وكهة البسيطة